اشتركوا في القناة صدمة لناس كتيرة جدا وفارق جدا عدم وجود الفن اللي كان بيقدمه والموهبة اللي كانت عنده فعدد سنين قلاجل جدا قدر يحقق نجاحات كبيرة جدا جدا يعني وصلت للعالمية وصلت لانه يحصد جوائز من كل الاماكن اللي في الدنيا لها علاقة بها الموسيقى رب الله يرحمه ورب الله يصبر كل حبيبه وكل اهله ويصبر كل الناس اللي اتعاملت معاه بشكل شخصي واللي اتعاملت معاه عن بعد كمان كله بيشهدله وباللزوق والاحترام وطيبة القلب وحاجات كتيرة جدا 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 المهاردة زي ما انتم عارفين كمان يعني حلقة هتبقى مختلفة وحلقة بيشرفنا فيها صوت كلكم هتلاقيكم حبطوء وعد عليكم فيديوهات ليها وعد عليكم غنى لأغاني أو كوفرز مثلا عادة انها تغني تاني نفس الأغاني اللي احنا بنحبها لنجوم كتيرة جدا وليها تجربة قبل كده بألبوم هنعرف برضو تفاصيله وليها تجارب مختلفة جدا خلان راحة من الارضة بضيفة حلقتنا فريدة أو فريدة عبيد كاسم يعني ثنائي لكن انت معروفة باسم فريدة فريدة ازايك انا يعني مبسوط ان انت موجودة معنا ومبسوط ان انت كمان يعني أو بشكرك على التزامك وان انت موجودة رغم الحزن اكيد زي ما احنا مدعين تاكيد متضايقة وان انت التزامت ان تكون موجودة معنا في معادل الهوى وفي كل حاجة ليه علاقة بالبرنامج مرسي جدا هتقربي بس شوي تفضل كده تمام تمام انا اولا عايزة يعني انعي اسرة استاذ محمد رحيم واقول للناس تدعيله بالرحمة هو كان انسان كويس جدا انا حدا من الناس اللي تعامل معايا عن بعد يعني انا ما شفتوش قبل كده مع اني اشتغلت معا اغنية في الالبوم بس ما شفتوش بس اتعملت معايا في السوشيال ميديا كان بيكلمني من وقت للتاني وبيشجعني وبيدعمني وكده فهو حد محترم جدا فانا حيزة علان عليه مش عارفة اعمل ايه يعني كتعامل فاني تعملته في اغنية واحدة اغنية واحدة بس ما كانش التعامل بيني وبينه يعني انا مشوفتوش قبل من خلال شركة الانتاج بس بعدما الاغنية نزلت بارك لي وبعدها هتواصل معايا حوالي مرتين وكان بيدعمني يعني بيقولي كملي انت صوت حلو وبكرة هتحقي حلمك وكده يعني انت قلت لي اخر مرة كمان تكلمين قريب اه يعني استغربتو ان هو من وقت الالبوم ما كلمنيش بس جاي من يومين بعت لي رسالة وقال لي فريدة برافو عليك انك مكملة من بعد الالبوم وكملي وصوتك حلو لو محتاجة اي مساعدة انا معيكي عايزاني اعملك اي شغل انا معيكي فالموضوع ده زعلني اكتر يعني انا كان نفسي اكون اتعملت معي اكتر من كده وانا حد بحب فنه جدا يعني انا بحب شغله كفنان انا بحبه كفنان قبل ما ماكون اعرفه كإنسان ففكرة اني اتحرمت ان انا اشتغل معاه تاني وانا لسه مشتغلتش معاه بالقدر اللي اللي يرديني فنية يعني كان نفسي يعني يبقى عندي الفرصة اني اعمل معاه شغل تاني لانه حي فنان جميل خسارة فنية كبيرة خسارة انسانية زي ما انت بتقوليه كبيرة جدا ان احنا فقدنا الفنان محمد رحيم يمكن الواحد لحد اللحظة دي مش مصدق لصغر سنه لانه كنا يعني هو اكيد يعني مش هيغلى على ربنا وفي احسن مكان بحب ودعوات الناس اللي احنا شايفينها النهاردة وزي ما قلنا سواء الناس تعملت معاه في شغل او في اعمال فنية او ناس تعملت معاه في حاجات عادية خالص كان دايما بيدعم كل الناس اللي حواليه وكان دايما بيطلب تأدير وحب للاعمال فنية اللي هو بيعمالها اللي عيشها سنين وسنين ويمكن كان ناس كتيرا مستغربة ان مؤخرا ببدايته اللي هو طب عمر دياب انه هو الفنان عمر دياب مؤخرا كان بيغني اول اغنية اشتغلوها مع بعض لها وغلوتك في الحفلات فيمكن دي كانت رسالة انه الناس تفتكر ويحس بالنجاح قبل ما يتوفى يعني النهاردة فمش هيكفي كلام مش هيكفي حلقات انا عارف ومرة تانية بشكورك يا فريدة ان انتي يعني التزمتي وموتى وجدة النهاردة معانا علشان تكوني موجودة ورغم من انتي متأسرة طبعا بالحصل لكن مهما تعدي السنين هو في الاخر هيفضل في قلبنا واغنيه كمان واعمال الفنية الكتير جدا سواء اللي غنيها بصوته او غنيها كبار النجوم الوطن العربي تفضل موجودة معانا نبدأ بحلقاتنا بوغلوتك الهضب عمر دياب ومن ألحان الموسيقر الراحل محمد رحيم لسا نكلم مع بعض وكنابنا مزيكة وكنابنا مزيكة النهاردة مع فريدة فريدة عبيد هي دفتنا دلوقتي على الراديو 9090 وفريدة يمكن قصتك حاجات كتيرة جدا بتديتي انت في المزيكة يعني نعرف منك أكتر يمكن مؤخرا الناس ممكن تكون عارفاكي بأغاني كتيرة مشهورة لنجوم مختلفين بنحبهم لعمر الدياب لشيرين لكبار النجوم دايما بنلاقي فيديوز بصوتك وبطريقتك وبشخصيتك الغنائية لكن مش عارفين أكتر عنك فأنت بيين تعملي إيه وبتديتي إمتى أنا ابتديت غنى من حوالي خمس سنين كنت ابتديت على السوشيال ميديا يعني نقدر نقول أن أنا والدة السوشيال ميديا تفتح الموبايل وتسجلي حاجة أنت جاي على بالك بس أنا مش من خمس سنين متواجدة يعني أنا من خمس سنين ابتديت أن أنا نزل حاجات على السوشيال ميديا والموضوع عجيب بالصدفة يعني أنا ما كانش في المغي أن أنا هبقى مطربة و أحترف اللونة كان حلم قديم بس كان أهلي وقتها قالوا لأ فأنا بعت دراستك ماناش علاقة بالموسيقى تأليم لا خالص أنا دراستي تجارة فما هوش علاقة بالموسيقى لكن عندك النال دندنة والموهبة والصحابك يونيكسوك حلو معنى مطربة بقى المدراسة والجامعة و كل المراحل كنت أنا مطربة المكان قاف عندك الخطوة أنت تبقي جريئة في فكرة أن أنا هغني أمس وجود الناس أو الناس تسمعني عائلة لابقى فعلى المسائرات وفي الحفلات وفي الحاجات الحالو ومناسبات عائلية فريدة هتغني أي حاجة فريدة هي اللا هتغني لا المناسبات العائلية لا تغرابي منها في الدراسة بس حالو فمن خمس سنين موضوع جي صدفة أن أنا كنت بحذر أنا واخوية فقال لي فاكرة صوتك حال ومش عارف إيو تيري طبعا أنا هنزل كان لسه بقى السوشيال ميديا ما انتشرتش ومش بالشكل ده مش بالشكل إن فعلا أي حاجة عليها ممكن تفعل كنت بقى في الجروب بتاعت الفيسبوك والحاجات دي جروب بنات ومش عارف إيه فكان في جروب بنات عليه حوالي مليون فقلت له طبعا أنا هنزل الفويس بصوتي وهشوف الناس هي اللا هتقول لها مش فيديو كمان مش فيديو صوت بس فنزلته ساعتها جاب مليون فيوز وشير وعمل أرقام والكومنس كلها والناس مش عارفة مين بتغني بس هي بنت صوتها حلو حد صوتها حلو فساعتها الكومنتات بقى ابتدت لا صوتك حلو وانت لازم تغني لازم تحترفي لغنى مش عارف إيه فالموضوع ده بقى يحوك كسبت الرهان مع أخوكي كسبت الرهان على أي فكرة لأ كان الرهان إنه أنا هثبت له إنه أنا هستي حلو بجد يعني حلو فابتديت بقى إنه أنا إيه؟ أفتكر الحلم بقى اللي كان القديم بقى اللي أنا نسيته ده شجحك شوية وقتها إنه طلبة الناس بتقولي إنه صوت كويس فليه لأ؟ اه بالزبط فابتديت إيه؟ فابتديت أنزل على الأكاونت البرايفت بتاعي ما كانش برايفت كان أكاونت يعني مش بيج أكاونت فيسبوك حلو الأكاونت الشخصي يعني فابتديت أنزل عليه برضو صوت بس قعدت حوالي أربع شهور فلاقيت الأكاونت ده بقى عليه حوالي مثلا 200 ألف حلو كان يح ده بقى طبعا 1 اللذي كانت أغنية بدها كانت أغنية قدتيها لانت دخلت بها إلى الراهن مع أخو كانت تخطيها على الجروب اللي فيه البنات وجاب مليون كانت أغنية أعلان يعني خلاص تروا ما أعلان تماما أه ماذا أه كانت في رمضان لشرين أه حلو اللي ياري القريبا في حد ساعات بيجن جنبك فدي وصلت جدا لكل الناس فلاقيت بقى الفيوز عالي على الاكاونت فابتديت بقى تشجع ان انا اطلع فعملت حوالي ثلاثة فيديوز كده بشكل فناس اتبسطت اكتر وقتها كنت كم سنة لو عايزتها تقولي يعني واحد وعشرين فالناس بدأت خلاصت تربط بقى ان ده الصوت اللي كناس نعناق بكده الاحساس وصل اكتر وبقى مبسوتين وابتدى الاكاونتي على اكتر في الفيوز وفي الفولورز وكده فلاقيت بقى فجأة بيكلمني كان اول حد بقى من الانتاج يكلمني او من الناس بدأت شركات الانتاج يعني تبدأ تركز ان في موهبة وفي موهبة كان حد واحد محمد رفاعي مش الملحن والشاعر اه لسه سماعين له برضو غلوتك يعني من كلماته فكان عايز يعملي ألبوم بس كان الالبوم اغانية جاهزة وقالي انت هتحط صوتك عليه يعني وكده لكن لأول عرض نشوف التاني عرض والعروض الكتير اللي جات لك بعد كده لفريدة بعد اول انطلاقة كده على السوشيال ميديا ونرجع نسأل كل الناس وتشاركوا معنا على طول على رقم الرسائل على واحد تسعين تساع او على صبحتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين بطلباتكم للأغانية أكتر اغنية عجبتكم بصوت فريدة هي ايه؟ بعتون لو شاركوا معنا على الراديو تسعين تسعين ونرجع نكامل مع بعض كلامنا مزيكة كلامنا مزيكة على الراديو تسعين تسعين لسه موجود معاك فادي إبراهيم ودفتنا النهاردة في كلامنا مزيكة هي فريدة وفريدة دردشة معها في المزيكة كتير جدا ووصلنا كده في الجزء اللي فاته احنا بنتكلم معاك ان انتي خلاص بدأت الناس تعرف انه البنت اللي صوتها حلوة مجرد بس انتي لزلت حاجة بالصوت من غير فيديو ولا اي حاجة بدأت تترجم انه الفيديوهات بتاعتك اه هي دي اللي احنا سمعناها وبدأوا يجمعوا كده انه الفيديو مع الشكل وكل الحاجات دي ردود الافعال ساعتها كانت عاملة ازاي وبدأت شركات الانتاج وقتها تتكلم معاكي بشكل انه يبقى فيه خطوة احترافية شوية ابتدأ يجي لي عروض انتاج وكان يعني اولهم محمد الرفاعي وبعدين وقتها اهلي خافوا علي لسه بقى انا مغنيتش قبل كده الموضوع كان هوية ان انا بغني مع نفسي وفوصت العيلة وفوصت صحابي فكرة الاحتراف كانت صعبة عليهم فكانوا خايفين فرفضوا احنا هننتج لك احنا اغنيتين نكحوا هتكملي ما نكحوش خلاصش الموضوع يبقى تجربة يعني احنا نتحمل المسؤولية عشان ما تنجيش بقى احتكار مع حد وهم كانوا خايفين بس ما كانوش معارضين للفكر ان انتي تاخدي الخطوة يبقى فيه عقود يبقى فيه التزامات معينة هم زمان ونا صغيرة كانوا معارضين لكنه في التوقيت ده لما شافوا انه فيه اجمع من الناس ان فيه موابع حقيقية فابتدوا يقتنعوا مين كان مشجعك قوي من العيلة ومين كان مقلق شوية بابا كان مشجعك اه ماما كانت خايفة فيه حد من العيلة اللي علاقة بالموسيقى من القريب او باباسته حلو اصلا حبيت المزيكة منه بيغني بس في العيلة اه مش بشكل احترافي اه يعني هاوي فوقتها قالوا لي هنعملك اغنيتين فابتدينا نشوف ملحن اه عملت معا اغنيتين 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 دول بسببهم قعدت سنة في البيت وحزفت كل اكاونتاتي على سوشيال ميديا ما نكحتش يعني خالص ولا حصل ايه اه ما نزلوش انا لما روحت الملحن ده مش هو الاسم طبعا اه قال لي احنا لازم تتقدمي بشكل بروفيشنال فلازم تمسحي كل اكاونتاتي تقفليها وتختفي اللي هي اصلا كتنحقق ملايين من المشاهدات اه 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 فانت سمعت الكلام انا عبيت بقى صغيرة يعني هنا ايه 22 سنة مثلا اه 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 21 ونص 22 فسمعت المصيحة بتقعت انه اه اه هختفي وابدأ بقى بشكل احترافي اكتر ويبقى الدنيا مترتدة وتقدم بقى ان انا مطربة جديدة احزفت واختفيت الموضوع قعد سنة سنة الاغاني ما خلصتش حجج 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 فبعدين ابتديت بقى خلاص بقى فوقت بقى من الغيبوبة لقى ده فت وقت كبير فحصل مشكلة واخدت الاغاني وكده ابتديت بقى بعد السنة دي ان انا اخدت الاغاني وعملت الليركس فيديو انا بقى مع نفسي مش عايز حد بقى يوجهني واسمع كلام حد ويعطلني ويقعدني وكده عملت الليركس فبتديت اعمل بقى اكاونتات جديدة تبدأ من الصفر تاني تكوني من اللوات تعرفي الناس انا صوتي حالي دي السوشال ميديا اللي موجودة ده حالية اللي هو الاكاونتات بتاعتك الحالية ها دي بتديت فيها تاني من الاول فنزلت بقى ايه قلت مش هينفع انزل بقى بالاغاني على طول كده على ما كان الحاجات بتجهز وكده فقلت اعمل اي حاجة فغنيت كام كافر برضو حوالي بس اه اغاني كده ونزلتهم كانت اغاني ايه وقتها بقى لو فاكرة اللي هدول مش فاكرة يوم مش فاكرة لأول كام فيديو بس كان فيه اغنية منهم فاكرة كانت لعبد الحليم بس مش فاكرة انت اقررت اللي هو تختبر نفسك كمان في حاجة يعني كبيرة مرة واحدة اللي هو انا مش هتجربي يعني اغنية سهلة مثلا لأ انا من بدري وانا باغنية او عادي ونها صعبة وعادي هجربي اوه فنزلت كام اغانية دول على فترات متفاوتة مش ستة وارا بعد يعني قعدت ايه شهرين كده قلت اعمل رفريش والناس ترجع تفتكيني تاني للسوشال ميديا فالأغانية دي بالصدفة جابتلي عروض انتاج من كل شركات الوطن العربي اعتبر منتجين وشركات اتخدتي اكتر انا اختفي وارجع من بعد وقت قليل نفس اللي حصل مرة قبلها من بعد وقت قليل عروض انتاج كتير جد هنا بقى قررت انه يبقى الموضوع تاخدي خطوة خلاص بقى فجد من ضمن العروض دي كان روتينة كان القلب فطبعا كان هي افضل شركة في العروض او افضل عرض انتاج يعني في العروض اللي جاتلي كلها شركة انتاج محترمة واي حد يتمنى يشتغل معي الالبوم عملناه والالبوم كان فيه اسامي انا كنت بحلم ان انا اشوفهم بس الاسف من صنع الموسيقى بقى كل الاسامي اكبر اسامي من صنع الفن من اول يعني مش بس الملحنين والشعرة والموزعين والعازفين كل الناس اللي اشتغلت في الالبوم ناس اسامي كبيرة جدا فالموضوع كان بالنسبالي زي الحلم الالبوم كان عشر اغاني او تسع اغاني تسع اغاني فجربت نفسك بقى في الاغاني طب كان منهم الاغنيتين اللي انت شايلها هم دول لا لا ما نزلوش بقى دول لحد دلوقتي ما نزلوش ماشي فالالبوم اشتغلنا فيه بس انا ما حالفنيش الحظ ان انا قابل الصناع كان فيه استاذ خالد عز هو اللي كان بيختار الاغاني وكان هو المسؤول عن كل شيء يعني كاشراف موسيقي على المشروع اشراف موسيقي على كل شيء تنفيذ اه فانا بس رحت حفزت وغنيت ومشيت بس كده طب ما تجي نغني دلوقتي كده نقول مساء الفوضل اي حد في العربية سامع وعمين نتكلم عن فريدة وعن الفيديو هي تلحقك ملايين فلو هو عارف فهي مبسط جدا لو هو من الناس اللي متابعيكي ولو هو اول مرة يكون لدي لفرصة انه يعرف صوت فريدة من خلال الراديو سان سان فهيبقى حظين احنا حلو ان احنا شاركنا في هذا نغني نقول ليه بقى مش عارف انت عايزي اختاري اختاري زي ما انت عايزي حاجة جديدة حاجة قديمة اه احب انت تحب الكنج محمد مونير اول نغني حاجة المونير نغني له انا بحب له يونس اوي مم ونسبت بردو ليه الحان يا محمد رحيم لسا نكمل كلامنا انا ازديكا مع الصوت الحلو جدا جدا فريدة يا فريدة منورة الدنيا كلها ومبسوط ان انت موجودة معنا وفي حاجة ممكن معرفش يكون التعليق ده تقلك قبل كده ان انت بتغني بسهولة يعني عادي كده وما فيش مجهود هو ده التعليق ده بتقلي حقيقي بيقولي انت سهل الممتنع بتغني ومع ان الاغنية ممكن تكون يعني لا صعبة مش اغنية بسيطة يعني كلحنة او كطريقة غنى يعني هو المفروض ان المطرب ما يحسسش اللي بيسمع ان هو بيبزل مجهود في الغنى حتى لو بيبزل يعني انا بتعمد اعمل ده انت بتذاكر الموضوع ده اكتر صح ان انت بتعمد بمعنى انا اتدربت على ان انا اغني واحاول ان ادائي يكون ثلث يعني انا اشتغلت على نفسي في الحتة دي عشان انا مسلا لما بسمع مطرب وحس ان هو يعني بيبزل اوي مجهود في الغنى انا وادني وبتبقاش مرتاحة فاهمش حابة اللي بيسمعني ويكونش مرتاحة وما بتحبيش تلجاي اوي للغنى يعني انت بعضا من الحاجات اللي بتحبيها وبنلاقيها لك في الفيديو اغانية شرقية اغانية اللي بيها الطابع الشرقي شوية لا اغانية اغانية اللي هي تبقى فيها عرب اوي او تبيني ده اوي في الغنى صح ليه انا غنيت لعبد الحليم ومكلثوم ووردة ونجاتو غنيت لكل الناس بس انت مش اه انا مش بتاعت العرب عمال على بطار يعني العرب في مكانها اه في وقتها مش لانه مش لطيف ان انت طول وقت تتعرب مش شطارة ومش حلو ان انت تبقى بتستعرض عدلات صوتك مهما ان كان عندك قوء يعني انا مش طابعي ان انا انا عايز ابين للناس انا مسيحات صوتي ايه او انا بعرف اعمل عرب بقد ايه جامدة تلق اغنية بتاعجبك بتقولي تفتح المويل تبقى تصوير فيديو وتنزلي واهم حاجة ان انت توصل الاحساس الناس مش هتسقفلك عشان عملت عربة فالناس ما بتفهمشك اوه في اغنية انت وصلت الاحساس يعني وتحدي كان بالنسبالك مع المطربة شيرين عبدالوهاب اللي هي اصلا احساسها بيروح يعني لاي اغنية في مكان تاني تماما فانت حطت نفسك في تحدي شيرين اصلا انا بعشاء يعني انا من هنا طفلة بسمعها انا طلقت على شيرين اللي هو كان توقيت بدايتي في السماء كان التوقيت بتاع نزول اول قلبوم لها قاية الليل وجرح تاني والحاجات دي فده اللي خلاص بدنك تعودت عليك اوه يعني انا من الناس اللي تعلمت منها هي وكل الجيل ده طبعا انا طلقت في جيل جيل غني جدا جيل فن بجد في منافسة ولكن منافسة وأصوات كتير تحظنة وأغني حلوة وناس بتغني حلو فانت تتعلم منهم فانت قلت اللي قابل حبيبي ازاي بقى ويعمل ايه بالزبط لسا نكلم مع بعض كلامنا مزيكة على الراديو تسعين تسعين ولسا كلامنا مزيكة مع فريدة وفريدة الدردشة معها دندانة لوحدها لان هي طول ما هي قاعدة وفي الكواليس وفي الفواصل هي احدا بتغني ودي اهل حاجة على طول يعني بخت صحابك والعيلة دايما قاعدين معك انت بتغني على طول صح كده؟ صح كده يعني لو اي حد عايز يسمع اي اغنية بصوت فريدة يبعث لنا حالا على صحيحاتنا على الفيسبوك الراديو تسعين تسعين او كمان على الاسم اس على واحد تسعين تسعة والي اختيرات بقى كتيرة جدا بس اه تمام احنا وصلنا معك بس في حكاية التجربة الاولانية ليكي في الالبوم مع شركة كبيرة زي شركة روتانا وكانت فرصة ليكي كبيرة ان انت بتتعاوني مع اكبار الاسامي من صنوع الموسيقى المختلفين واكتسبت اكيد خبرة في التجربة الاولى ان انت تعرفي ده ولسه من شوية قبل الفاصل كنا سمعين اغنية الفرصة الرابعة مالحناش نتكلم عنها لكن الفرصة الرابعة دي كانت تجربة كأغنية سنجل نزلت بقالها الدي ايه والترتيبات بتاعتها كانت عاملة ازاي من نسبالك هي نزلت بقالها حوالي سنة سنة وكم شهر هي كان الموضوع مفاجئ الملحن صاحب الاغنية يعني هو سمعني الاغنية وقال لي انه هو سمعها للشركة الانتاج ويقترح عليهم صوتي فاعجبهم الموضوع يعني والله هو عجباني ان احنا هنخش نغنيها يعني والموضوع جاي بسرعة جدا يعني هو التجالب بتاعتك على السوشيال ميديا وفي الفيديو السريحة جدا انت مجرد يالله انا هغني بتحفظ الاغنية وتبدأ يتغني التجارب الاحترافية شوية بتاخدي وقت او الخطوات تاخد وقت هل ده اللي هتفتبالي علي الفترة اللي جاية يعني لان انا عارف ان كاليسي انت خلاص بتجهزي حاجات تكون متواجدة فيها بشكل اكبر التجارب بتاعتي مش بتاخد وقت عشان انا بطيئة هي الظروف الانتاج بتبقى كده لان مش انت المتحكم في الموضوع انت مستني بقية العناصر من اخر يعني بتبقى العنصر المتواجد لكل حاجة بصور انت في البدايات مستني بقى لما بقيت الحاجات تكمل فانا انا كان علي انا عايزة كل يوم انزل اغنيتين ثلاثة فاهمني يعني المطرب ببقى اكتر حاجة بيحبها الغنى وعايز يغني وعايز وعايزة بقى اعمل اغاني بقى تكون اختياري انا المرادي تنزل تنجح مع الناس في الشارع لاني انا معترفة بيني وبين نفسي انا حد صريح مع نفسه ان الالبوم محققش النجاح اللي انت كنت متوقعه كمان او اللي انا كنت متوقعه فاهم يعني مستنيها بس كامور دي بالنسبالك كتجربة اولى تمام لكن تتعلمي منها في اللجاية تجربة اولى الاستفادة الاكبر منها بالنسبالي ان انا هيكون في السيفي بتاعي اشتغلت مع اسامي اي حد في الوطن العربي يحلم يشتغل معه كشركة انتاج زي روتانا وكأساني سمع المسخرين كل العناصر اللي اشتغلت معي في الالبوم هي عناصر تشرف اي حد فهاي في السيفي بتاعي حاجة حلوة جدا بالنسبالي ان دي سلمة الاولى الحقيقية العتب الوحيد اللي انا مش راضي عنه في الالبوم ان انا كان نفسي اختار اني كان نفسي اعود مع الناس اللي اشتغلت معيها واختار الفترات اللي جاية من الكواليس كده عارف ان انت بتجهزي يعني سواء خطوات اسرع تكون مرضية من نسبالك واختيارات تكون شبهك اكتر ومناسبة للافكار اللي في دماج ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان انا مضيت مع استاذ ايمان بهجة امر استاذ عزيزي الشافعي طبعا هما زي النار على العالم انتوا محتاجين ان انا نتكلم عنهم فبنشتغل يعني بنجهز على اغاني المفروض ان احنا هننزل كل سنة ان شاء الله يعني اربع اغاني وفتوكليب هيبقى في مشروع غنائي مترتب اولاقه اكتر مع الشاعر ايمان بهجة امر ومع الشاعر الملاحن والمنتج عزيزي الشافعي حلوة اوي ابتديته خلاص على اختيارات اول كام اغنية ولا لسه في الافكار اختارنا او حوالي اغنيتين ثلاثة وفي اغنية منهم يعني عملنا جيد دخلنا استوديو جربناه بصوتنا وكده طب سؤال هيجي على بال اي حد بيسمع هل هما تجربة انتاجية مسموح فيها لشعر الملاحنين مختلفين ولا بس هيبقى من كلمات ايمان بهجة امر والحان عزيزي الشافعي او كلمات والحان عزيزي الشافعي هما الحقيقة وعدوني انه لا مش احتكار ان انا اشتغل معهم بس انه بعد اول كام اغنية انه عادي يبقى فيه مساحة على الافكار تانية طيب حلو احنا اتفالي احنا مشان بطل غنب احنا ممكن نغني يعني نعرف برضو انت نزلت اكتر من فيديو اللي هضب عمر دياب بقى غني مختلفة بس تعيني نغني حاجة ما غنتهاش قبل كده مثلا او بقالك فترة ما غنتهاش ممكن نغني اختاري برضو اختار اللي يجي على بالك براحتك نغني مثلا انا عايش مش مره ثانية مكاملين كلامنا مزيكة على الراديو تسعين تسعين ولسه موجودة معانا فريدة وكلامنا معها في المزيكة كتير جدا جدا وتعليقاتكم بقى من على صفحاتكم على الفيسبوك تعليق يعني نسلم على كل الناس اللي سمعنا نسلم على احمد زين واحمد كاتب بقى حاجات كتيرة جدا احمد زين انا محبها قوي فرحان بيها وبنجاحها ربنا معاها ويوفقها ويحفظها ويسعيدها بدعلك دعوات حلوة قوي ويا رب تحقيق كل من نفسك فيه وبتمنى ان انا بتمنى لك كل الخير وبحب بسمع صوتها مش بسمع غيرك فاحنا معاكي من اول فيديو وليكي واحنا واسقين فيكي كفانز يعني هو واضح ان احمد كمين من الناس اللي مجمعة اكتر من حد بيحبك او متابعك على السوشيال ميديا وموجودين معاكي بقى في اكتر في كل الفيديوهات اللي بتنزليها وكل الاغاني اللي بتغنيها هو انا بشكره جدا والله هو من الفانز المخلصين يعني ومعايا فعلا من البداية حتى هو عمل يعني بيج باسمي وبينزل عليها حاجتي وكده يعني فبشكره جدا حلان رمضان كمان ما اسأل فيقول عليك حلان وتطلب ان انت تغني حاجة لعندليب عبدالحليم ماشي يعني هو طلبات الاغاني كتيرة جدا وانتي كمان الاغاني اللي بتغنيها بسلطنة قوي من الاغاني الحلوة للهضب عمر دياب اني لسا مغنيين برضو اغنية لي من شوية كان فيه سلامك وصل لي من اكتر الفيديوهات الوصلت طيب فيه سواء اللي علاقة بفكرة الكافرز بانك دايما بتحب تغني كافر لأي اغنية نكحة هو اللي الفنانين كبار سواء فنانين من يعني العظماء الكبار جدا زي مغل ثومة او عبدالحليم لكن فكرة ان اغنية عجبت الناس بصوت المطرب وانك تغدي التحدي انك تغنيها تاني مش بتحسبيها لموكن تحطي في المقارنة يعني بتبص لها ازاي هو فيه ناس يعني اللي هما الفانز المتشددين اوي اللي انا بحبه همش بصراحة للمطرب الاصلي او صاحب الغين ونفسه او دول قليلين اوي اللي بلاقي يعني حد بيقول كده ان هو لا بلاش محدش يغني لفلان او محدش يغني بعد فلان الفن مش حكرا لحد الفن ملك كل الناس اللي بتعرف اللي عندها فن يعني اللي صوته حلو يقدر يغني كل حاجة وانا من الناس اللي اللي بحب اغني يعني لو عدت فترة ما اغنيش كهوية بكتئب يعني هي انا هي هويتي من وانا صغيرة فمنسبالي مش شغلة او مش دا الكارير بتاعي بس انا بحب اغني بحب الغنى حتى لو عندي خمسين الابم وخلاص وعملت سي في محاصلش وعجبني اغنية لأي موطر بتاني هغنيها يعني دي شخصيتي تصريح دا تحاسب عليها بعد كده؟ لا تحاسب عليها انو عندك مجموعة من القلبوات الكبيرة جدا اه وتبقي من اهم النجوم لمصر والوطن والعرب وتيجي اغنية قدامي تعجبني هغنية هتعملي كده واعا هنرجع للفيديو دا الكلام دا بيتسجل على الهوى وهنرجع له لا انا قد كلامي ليه انا بعملش حسابات ليه انا انا الاغنية بتبقى بص انا ببقى مش مهم بتاعت مين مهم انها عغني اغنية عجبتني قوي واستفزتني فنيا ان انا عايز اغنيها حتى لو مش هتعجب حد بس انا طلعت شغف الفني فيها طب ايه اغنية انت كنت مبسوطة جدا انت بتغنيها وفجأة الناس لما انت نزلت الفيديو ما حصلش زي ما انت عايزة لقيتهم لا ما مبسطوش قوي بفريدة في الاغنية دي او يعني لا كانوا محبوهاش والحقيقة دا ما حصلش معي خالص بس اخر اغنية غنتها وكان في الكومنتات دي كانت كتيرا سنة عن اللي انا متعودة انا متعودة ان اه اه او اتنين من الناس اللي بتقول يقارن ويعمل مقارنة مقارنة فيها يعني زي ما يكون عزيز فصلها على مساحة صوت بهاء سلطان فهي جايبة من اول القرار عنده لغاية الجواب. انه اللحن اللي عمله عزيز الشافعي هو لايقاوي على صوت بهاء سلطان هو هو متفصل هو راكب على صوت. اه فاي حد هيجي يغني هيتقارن. هيتطر ان هو يا اما يغني واطي عشان يجيب المساحة دي فتبقى البداية مثلا القرار احنا كمستمعي فمطفي فهي مش هتليقى على اي حد غير بهاء انا معترفة بدا. بس انا مقدرتش اقاوه من انا يعني انا عارفة ان انا هغنيها وحش. اوحش منه طبعا لان هي مش مساحة صوتي. انا لها غني في القرار واطي اوي فهيبقى مطفي. لو جيت عالي اوي فهيبقى زعي. فهمني. ثم تجي نغنيها حلو. هيتغنيت حلو في الفيديو بصراحة بس نغنيها حينو اكتر دلوقتي. مش بس برضو هيقارنو خلي بالك بس عادي خلاص احنا اتفقنا بقى لوجهة نظرك فاهمنا. ما بيهمناش حاجة. عادي خلاص لسه منكمل كلام اللي بزيك على الراديو تسعين تسعين وكلام اللي بزيك النهاردة مع فريدة. وفريدة دايما انت يعني على سوشيو ميديا فريدة عبيد. بس في المعاطيات بعد كده كاسم فني بالنسبة لك يبقى فريدة بس ولا يبقى دايما اسم سوناقي ولا فكرتيش في الحكاية دي. فكرت فيها عادي يبقى زي ما هو زي ما الناس عارفاني. سوناقي عادي فريدة عبيد. مش تقيل. وبتتقال كده النطق اسبعها. فريدة عبيد اه. ماشي. طيب بتشوفي يعني احنام كده محاطق انت في سن صغير ما شاء الله محقق خطوات كويسة. كالبوم كتعاون مع الاس كتير من اهم من صناعة الموسيقى الخطوة كمان الجديدة اللي انت تكلمت فيها النهاردة فان انت خلاص مع الفنان ايمان بحجة امر والفنان عزيزي الشافعي كخطوة انتاجية في الفترات اللي جاية. فالخطوات دي نحققها في سنين صغير. بتشوفي نفسك فين كمان يعني اه السؤال اللي هو بتاع اله ار دا عارفها بتاع شايفها نفسك فين كمان خمس سنين او كمان عشر سنين بجد شايفها نفسك فين يعني بتبصي فنيا ايه الخطوات اللي عايزة تحقيقيها في العدد سنين اللي جاي على طول. اه كمان خمس سنين انا يعني اللي انا اتمنى وبشتغل عليه ان انا اكون اعملت اه سيفي كويس مع الناس باغاني بتاعتي اعمل اغاني حلوة وتنجح الناس تحبها وبتدي اعمل حفلات لان ان انا مشتغلت لسه مشتغلتيش اي حفلة اه لسه مشتغلتش حفلات خالص وابتدي بقى حط خطواتي كمطربة بقى بروفيشنال يعني لسه لغاية دلوقتي البنت الناس الناس عرفتني بعد الالبوم انا ما كملتك يعني ما كملتش انا لما الالبوم اه جايلي بعد برضو شهر شهرين من وجودي على سوشيال ميديا انا بعدت سنة تاني عشان خلاص ركزتي في انه في حاجة نشروع بيتلفز دلوقتي وقلت بقى ابعد بقى عن الكوفرز والحاجات دي لانه خلاص انا استعرفك بقى غنيك انت بقى غنية نفس الفكر فقعدت سنة او سنة ونص بقى لغاية ما الالبوم نزل يعني فبعدت عن السوشيال ميديا سنتين فانت لو هتحسب انا موجودة على سوشيال ميديا بقى لي قديه هما سنتين مش من اربع خمس سنين فاهم لان في الاربع لتلات سنين دول دايعين طايرين كنش مكانش ليه تواجد وهو دا كان فرصة من نسبك انت قربت من الناس اكتر باغاني احنا عارفينها لكن نسمعها بصوتك فنعرف ان انت يعني حكم سريع هي فريدة موهوبة ولا لا بالزبط على طول وجودي يعني انا بعد الالبوم ابتدى لما رجعت تاني شركة الانتاج كان العقدي معهم الابوم بس فبعد الالبوم انت لوحدك انا تحطيت في موقف لا احسد عليه في موضوع الالبوم دا ان انت بداية وجودك الابوم بالشكل دا وكبير مع اسامي كبيرة من كل النواحي وبعدها تثبت لوحدك كده يعني تثبت لوحدك كده في الطل مش عارف تعمل ايه معكش شركة انتاج ومعكش حد دا خليك تحسيبي خطواتك اللي جاية اكتر علشان اه هو الاول عدت تايها طبعا طبعا عدت متل اخبطة طب هعمل ايه طب ارجع بقى اكون طب انا مش مش معي حد هينتج دلوقتي وكل العروض كلها جات في التوقيت اللي كانت فيه روتينة فخلاص العروض كلها جات وراحت فكان فيه عروض تانية بس عروض مش مناسبة ليا يعني ففكرة الانتاج ما كانتش متاحة بالنسبة لي فانا هعود بقى احط ايدي على خد دي لا نشتغل نشتغل وحنا يبقى ايه حفظنا حد السوشيال ميديا اللي انا اصلا بدأت منها بس بدأت وما كملتش فهمل لو انا تلات سنين بنزل تاعة اربع فيديوهات وابعد فمن سنتين بقى قلت لأ خلاص هو اللي هيخرجني من اللي انا في دا كله التوهان والاكتئاب وكنت بقى دخلت في حالة اكتئاب ودخنته كان حاجة فزيعة يعني رجعت بقى اغنية تانية الاغنية دي انت بتعملش اي حاجة برا الموسيقى تماما يعني برا المزيكة كشغلة او كهواية تانية او حاجة تانية مركزة بس فكرة تعمل حاجة جوه المزيكة او ما بعرفش عامل حاجة غيرها يعني قفاش لف جوال كهواية وشغلة كهواية وشغلة او فجيت من سنتين بعد بتديت تانية على سوشيال ميديا غونال كوفرت نفعني من كل النواحي اولا انا بقيت عندي مرونة في ان انا غني اي لون غنائي او اي لحنة لان انا غنيت يعتبر كل الاشكال الموسيقية بقى لي سنتين بغني فاغني كل المطربين رجالة وستات وخلي بالك والغنى للرجالة صعب لان طبقة الراجل مختلفة عنك اكيد مختلفة فانت بقيت صوت الراجل هي اخر معندي الست في الطبقات في المساحة الصوتية فاغنيت له كل ده فده علمني بقى اطوع صوتي مع الاغاني وطوع صوتي مع الالحان ويكون عندي مرونة واحسن من ايديي انا طول الوقت بتدرب فانت غنائي سعتبره كمان كتدريب بالنسبة لحقيقية او بقى عندي بقى اي خبرة وبقيت بحفظ اسرع اني ممكن اللحنة بقى سمعه النهاردة ويغنيه النهاردة خلوص حفظتو مين مطرب من نسبالك ممكن يبقى نفسك تمام عدواته عمر دياب بجد مره واحدة كده جواب خريف من غير تردد على طول اه طب ايه من الاغاني اللي تغنت في الالبوم الاخير مثلا لعمر دياب كان من نسبالك ياه لو انا وهو مغنيه لها مع بعض انت مبتغبش مبتغبش ياسماء مبتغبش هم لات عزيز ايش معنى دي بالذات حلوه ولحنه حلوه وشبهي يعني شبه صوتي وشبه غنية وشبه الحاجات اللي انا بحبها وفيه اغنية تانية بردو سلامك وصالي نوصل لاخر جزء من كلامي نزيك النهاردة مع فريدة وفريدة مرة تانية زي ما شكرتك في بداية الحلقة لازم اشكرك تاني ان انتي التزمتي يعني بمعايدك رغم انه اللي حصل اكيد واللي دايقنا جدا فقدان الملحن محمد رحيم وانتي يعني كنت متواجدة النهاردة معانا وحاولت على المتقدر ان انتي تغني كمان ويبقى كل الحلقة زي ما كان نفسنا ان احنا نعملها لكل الناس اللي بتحبك وتكون متابعك ماشكرك وهنستنى كل الجديد الفترات اللي جاية بقاش فيها يعني غياب كتير لك باغانيك انتي اكتر لا ان شاء الله وما تغيبيش ان انتي كده كده على السوشيال ميديا بصراحة يعني متواجدة كالاغاني الكوفرز يعني فبالتوفيق في كل الخطوات اللي جاية ونوارت كلامنا مزديكة والراديو تسعين سعين مرسي جدا انا مبسوطة يا والله ان انا كنت معاك النهاردة رغم الظروف الصعبة دي بس الناس مالهاش زنب والناس كانت نستنيها الحلقة والناس اللي شغالين اصحاب الناس كده لهمش زنب برضو طيب تعريبا ببقين الطلب برضو كتير من الاغاني اللي تدغنى يعني تختاري حاجة الانغام انا نختار حاجة ونختم بيها بعد بقى اخر اغنية موجودة معنا النهاردة نغنيلها تسيجين سيب يالا يالله بين